اشتركوا في القناة نريكم الآن كيف تحاول التواقم الدفاع المدني التعامل مع ما حصل إذن المبنى كما تلاحظون مشاهدين الكرام تم تسويته بالأرض بعد استهدافه من قبل طائرات الاستطلاع وطائرات 2016 إذن هناك محاولات جادة لإخماد النيران في المبنى المستهدف الذي تم استهدافه من قبل طائرات الف 16 لازلنا مشاهدين نواصل معكم هذه الجولة ونتابع مجريات ما حصل الآن من قصف إسرائيلي يعطيك العافية إبراهيم محمد بكر معاكم إحكيلي شو اللي صار هنا إحنا يا عمي بقنا نلعب كورا بناد الشاطئ فجأة وإحنا ملعب كورا نزل صاروخ تحزيري اللي لو ما سمعنا أخبار لابيقوله عن مقسرة حشيشو المبنى المسحاد هل قد وإحنا ملعب كورا قلنا يا أولاد هذا صاروخ تحزيري بخوفش لسه ملعب كورا نزل كمان صاروخ يا أولاد قلنا هيه هدى أنظارنا إحنا مروحين لسه ما وصلناش عفانا لو نزل كمان صاروخ اللي بقولي يا عمي اخلوا المكان لأخلنا المكان وإحنا عالد دار اللي هو فجأة بنزل صاروخ في 16 اللي هو طلع زي ما أنت شايف يا أخيال طلع كيف العمارة وطلع كيف المبنى كيف صار ودار حشيش وتعوره ودار كلاه بتعوره يعني اسم عرما تخلى المنطقة يا أخيال في إصابات في إصابات الحمد لله ولا يصابات إذن هذه رواية شهود العيام مشاهدين الكرام في هذه المنطقة التي تعرضت للقصف من قبل طائرات الحربية الإسرائيلية إذن لازال الناس يعني يتواجدون في هذا المكان منازل كبيرة وكثيرة تضررت كما نلاحظ هناك منازل في محيط هذا المبنى كما نلاحظ هذا المبنى الذي هو في أبنية سكنية تعاموا كنت هنا موجود في المكان كنت على جهة التانية كنا نماشي إحنا ماما واختي نمشي يقماشي نقص في صاروخ بعدها خلع المنطقة في أربع صواريخ الدخان طلع غط الشرع للورا للغاد لعند الشفاء غطها كله في الدخانه والإقزاز اللي راح إلى المنطقة التانية كل مكان راح للإقزاز وواضح كان بخاوه بس الناس السوا يحط يحط أقراضهم من جوه ويطلع بره يحط ويطلع كله كانت واحد كان في سيارة من هنا مقطوع عيدهم حاطيني سيارة ومدينه على الشفاء مقطوع عيدهم وكانهم بيسارخوا بيسارخوا الناس وانت شفت المشاهد هذه كلها وانت مع مين كنت أنا كنت واختي وامة بس إيش كان فيه الدخان غطة الجهة التانية كلها كلها يعني الدخان الصواريخ طيب تعي عمو خلينا أسألك كيف حالك؟ نيحة احكيلي شو اللي صارها أنا كنت نعمة في سويدين مصر فجأة قاعدين مشي شوية أغراض كان معي أخويا فيه قصفوا أول صاروغ قالوا هاي دحذير مشينا خطوة كمان صاروغ بعدين الناس في سويدين شردوا قالوا يلا ضبوا 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 بسرعة فيه قصف قالوا على الأخبار فيه واحد فاتح على الأخبار قالوا عمرت المسحة اللي انقصفت طيب انت أنا شايف معك جوال بتواثقي بتصوره شو فيه آه ليش بتواثقي أنا حاب الناس تشوف شو اللي حصل آه فيه عندنا شوية جيلان حابة يعني أفرجيهم يعني جوالك اللي معك يريت نصورها لأنه هذا المشهد قل ما يعني نجده هذه الفتاة الطفلة الصغيرة تقوم بتصوير جرائم الاحتلال بشكل مباشر عمو انت وين بتحط الصوار وين تودي الصوار بحطهم هاني بنزلهم على الفيسبوك طيب ممكن ان يتعرف على اسمك سبا أحمد سبا أحمد إذن هذه الفتاة صغيرة كانت تمر ولكنها أصرت إلا أن تصور ما يحصل من جرائم وتقوم بوضع هذه الجرائم أمام الناس كما تلاحظون هذه الفتاة الصغيرة التي تصر على تصوير جرائم الاحتلال كما نلاحظ ونرى إذن مشاهدين خلال جولتنا الآن في هذا المكان سنحاول الوصول أكثر وأخرب إلى المنازل التي تم تضررها بفعل ما حصل من استهداف لهذا المبنى الثخافي الذي يتواجد فيه مكتب الجالية المصرية والذي كما نلاحظ تم تسويته بالأرض هذا المبنى تم تسويته بالأرض بعد قصفه من قبل الاحتلال الإسرائيلي بطائرات الاستطلاع والف-16 إذن هذه زاوية أخرى مشاهدين الكرام لما يحصل هذا المكان وهذا المبنى هو مبنى للمواطنين كما تلاحظون تضرر وهذه زاوية أخرى لمبنى المسحال التقافي الذي تضرر بفعل إطلاق الصواريخ الإسرائيلية الآن سنتحدث أيضا مع الجالية المصرية هذه الجالية المصرية طبعا كما تحدثنا وأسنافنا لكم الجالية المصرية لديها مركز في مركز المسحال لديها مكتب هذا المكتب كما قلنا الآن دمر بالكامل سنتحدث مع مسؤول الجالية المصرية الآن الأستاذ عادل عبد الرحمن مسؤول الجالية المصرية في قطاع غزة الأستاذ عادل عبد الرحمن الآن هذا المبنى يتم تدميره رغم وجود مكتب للجالية المصرية ما هي رسالتكم الآن؟ هذه رسالة التي يبعثها الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب الصهويوني لقطاع غزة والعالم كله حتى الثقافة بيحفظش عليها حتى الثقافة ما بيطلبش بيها هي دي رسالة حقارة من الجيش الإسرائيلي لتدمير مبنى ثقافي مبنى بيخدم آلاف الشباب مبنى بيخدم آلاف الأمهات المصريات الموجودين في قطاع غزة هي دي رسالة الإرهاب اللي بيوصلها الإسرائيليين لكل العالم شكرا جزيلاً كل طابق مؤسسة كل طابق مؤسسة ولا هما بيفحروا أنفاق ولا هما بيعملوا حاجة هما بس بيغنوا لفلسطين وبيحملوا تراث فلسطين وبكتبوا وبقرأوا عن فلسطين عن كتب فلسطين وعن تراث فلسطين بنزل المبنى لخمس طوابع بنزل على الأرض عشان بس ما نقدرش نحية ثقافتنا ولا نقدر نعمل حاجة عشان ثقافتنا وأنا بوصل يعني هذا الرسالة أنه يعني لش يقصفوا اليهود يعني هذا مكان يعني يعني بعلم الناس الفن وبعلم الناس اللي هو كورا حاجات زي هذه تشكرك جزيلاً إذن أيضاً هناك منازل أخرى مشاهدين الكرام تضررت في هذه الزاوية كما نلاحظ هذا المنزل المقابل لمنزل عائلة حشيش والمقابل لمبنى المسحال وأيضاً لديهم يعني مشحمة ومكسلة هذه تضررت الآن بفعل إطلاق صواريخ الاحتلال عليهم طبعاً كما أسلفنا مشاهدين هذا المكان يتواجد في وسط مباني سكانية هذه المباني الآن أغلبها بشكل كبير تضرر ممكن أن نلاحظ بالصورة الآن كما تلاحظون برج سكني تضرر هذه العمارة والبناية تضررت في النهاية هذه رسالة الاحتلال الإسرائيلي للمواطن الفلسطيني أنه لا أمانة لا للثقافة ولا للفن ولا لغيره في قطاع غزة كل فلسطيني مستهدف على أرض قطاع غزة وهذه كانت رسالة الجانب الإسرائيلي مبنى يتواجد فيه الجالية المصرية الموثل وحيد للمصريين هنا في قطاع غزة مبنى لا تقام فيه سوى الأمور الثقافية الاحتفالات الدبكة وغيره يستهدف بهذه الطريقة ويدمر وتدمر باقي المنازل المحيطة في هذا المبنى مشاهدين في هذا اللقاء وضعناكم في صورة ما يحصل وحصل على منطقة غرب غزة من استهداف لمبنى المسحال نأمل أن نلتقيكم في جولات قادمة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته